انا افدي راجل ده بروحي انا وولادي وقسرتي وعيلتي وبلدي كلها واخبلك انت اللي هي انا افدي راجل ده بروحي واخبلك اكسم بالله افدي بروحي طيب بعض الناس بتقولك ويه المشروعات دي كلها حنستفيد منها ايه نعازين ناكل وانت ما بتاكلش انت بتاكل بتاكل وبتسرب وشوف اللي جاي حتاكل ازاي انت عمرك شوفت رئيس جمهورية بيقولك انا عايز اقل واحد اقل واحد في مصر يبقى معاه كل شهر عشرين الف جنيف جيبه وحيبقى معاه عشرين الف جنيف وارف جيبه حيبقى معاه وقريب اهو حيبقى معاه عشرين الف جنيف جيبه كلام راجل ده بيكلم الكلام زي السيف مفيش كلمة بيقولها منتحققش مفيش حاجة بيقولها ما بتتنفس شايف ازاي مشروع حياة كريمة على ارض الواقع حياة كريمة بس انا عايز اقولي ساعدتك على حاجة ان مشروع حياة كريمة ده لا عمره محصل لا في تاريخ الزمان ولا في اي تاريخ بالنسبة لبصر حصل فيه النهاردة انت بتشتغل بتشتغل في مركز مركز تعال شوف المركز اللي احنا عمناها في السايت شوف المركز اللي يتبع ليه كام كرية مش المركز بقى في مراكز في السايد وفي محافظة الشرقية بياتبع ليها بالمية كرية وانت بتشتغل في المية كرية دول بتعمل ايه ده انت بتعمل بيوت وبتعمل صرف صحي وتعمل شمكة مية وبتعمل طرق وبتعمل كهرباء واخد بالك انت تعال تعال شوف الطبطين بتاع التلع اللي بيحصل اللي امورنا ما شفناه في حياتنا اللي بيحصل في الكورة النهاردة شوفوا الطبطين بتاع التلع ده بياخد ايه احنا بنقول اياه مصطفى بيه احنا مصطفى بيعايزين الناس تفهم وتعرف سيبك من الناس المقرورين والناس البطانة والناس اللي بتنفض والناس اللي تعمل احنا عايزين احنا بتتكلم انا بتكلم لغة عمية عشان الناس كلها تعرفها لا هتكلم مش عارف ايه ولا ايه واخبرك انا بقول على اللي قدامي وعلى اللي بيحصل وعلى كل اللي ورايا شايفينه يعني ناس كتير قوي سيبك من الناس اللي بقول لك هنعمل ايه ومش هنعمل ايه هتعمل ايه اقصب وشوف هنعمل ايه استنى شوية وشوف هيبقى معك كم في جيبك استنى شوية وشوف لما يكمل رايز الكلام بتاعه اللي بقوله مصر حتبقى عاملة ازاي حتلاقيها احسن دولة في العالم ربنا يديه الصحة ويديه طلط العمر ويخليه لنا طيب كلمني عن العاملين في القطاع الخاص شوفها مصطفى بيه مفيش عامل النهاردة في القطاع الخاص وانا معي عاملين موجودين على فكرة يمكن بره لو جبته هتسأله يعني العاملين النهاردة في القطاع الخاص غير القطاع الخاص بتاع زبان العامل النهاردة في القطاع الخاص ليه تأمين معاشات وليه طاقة صحية واخد بالساعدتك وليه مجتب ما كانش يحلم به قبل 2015 كانش يحلم به خالق قبل 2015 ما كانش يحلم انه هيخد كده انا عندي مهندسين يا مصطفى بيه وعندي ناس انا مش عايز اقول بياخدوا كام وعندي عاملين برضو عمال مش عايز اقول بياخدوا كام موسيقى موسيقى